اشتركوا في القناة وهذه الصورة المباركة لها ايضا فضائل خاصة ايضا بعيدا عن باقي الصور الاخرى فهذه الصورة المباركة حينما ننظر اليها نجدها في الجزء السابع والعشرين من القرآن الكريم وكذلك ايضا هي العدد رقم ستة وخمسون وكذلك عدد اياتها ست وتسعون اية وصورة الواقعة ايها الاخوة الاحباب صورة مكية اي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة كذلك ايها الاخوة الاحباب من الفوائد الخاصة لهذه الصورة المباركة انها صورة تسمى صورة الغناء اي ان من يقرأها ويداوم على قراءتها لم يصب بفاقة ابدا اي لم يصب بفقر ولا حاجة لذلك يقول عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة الواقعة في كل ليلة لم يصب بفاقة ابدا وهذه الصورة المباركة ايضا تجعل من يقرأها لا يكون غافلا عن الله سبحانه وتعالى ولا عن ذكر الله لما ورد فيها من الترهيب واحوال يوم القيامة والحساب والعقاب والجنة والنار وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما سأله ابو بكر الصديق وقال له يا رسول الله اراك قد شبت فقال له النبي صلى الله عليه وسلم شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعم يتساءلون والتكوير فهكذا ايها الاخوة الاحباب هذه صورة مباركة تجعل الانسان لا يحتاج الى احد وتجعله غنيا بالله سبحانه وتعالى وتجعله ايضا دائما غير غافل عن الله عز وجل وعن ذكر ربه سبحانه وتعالى